سايخ خير وانا اقدر اقول رأي عكس الطيار اشار الفيديو ده على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رهيب اليوم اللي لفقته اوقات كتيرة على لحظات اليأس هي بكون مفتاح الفرق محمد بقى اعغاز البنات في سواج وصل لحالة من اليأس بعد ما بعش بجنيه في يومه محمد بيصرف على والدته والده واربع اولاد وزوجته بعد انت شار الفيديو تواصل لي عدد ناس كتيرة والحمد لله دلوقتي بقى احسن مشكور اي حد قدر يساعد محمد شكرا لك وربنا يهون على الجميع ممكن اقول للرأي المعاكس كلنا عارفين زرفنا الاقتصادية وعارفين الدخل بتاعنا لما تجيب اربع اطفال وانت داخلك متوسط او تحت المتوسط فده معنى ايه فاول ما يجيلك فلوس فتجيب العيل تاني فاول ما يجيلك فلوس فتجيب العيل التالت فمبلغ الالف جنيه لو بيجيلك شهريا فهو متقسم النهارة على ستة او سبع افراد بدل ما يكون متقسم على اثنين او ثلاثة هبنلك ان انا سايق جدا وكاره للبنى ادمين شمع انت ما عندكش دخل سابت ما عندكش فلوس بتخشيلك شهريا الرقم فالي انت مدرك عندك اربع اطفال ده معنى ايه احنا مش في سبق انارب مش قادر تجيب ما تجيبش زادات الجهل وعدم القدرة على استيعاب الواقع هو ده بيوصلك لهنا والكلام ده بعيد عن محمد كشخصه انا بتكلم على الفكرة كعمة عشان محدش يكتزق الكلام ده على محمد كل احتراموا الدعم لمحمد انا بتكلم على الصفة العامة هل فكرت ان انت اصلا صعبة جواز دلوقتي قلت رأيي اللي بالمناسبة كتير هشوفه غلط وكتير هينتقدوه ولكن ده رأيي شخصي اتمنى تفهموه شكرا لكم واتمنى لمحمد حياة سليمة وربنا يكرمه في حياته شكرا